بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين كوباية النسكافية أو الكابتشينو دي أساسي كل يوم وطبعا ما ينفعش أنها تكون من غير رغوة في ناس كتير جدا بتحب تشرب النسكافية والكابتشينو في الكافيات عشان بس الرغوة بتاعته بس لأسف بيكون سعره غالي جدا النهاردة ان شاء الله هنعمل كوباية النسكافية أو الكابتشينو دي في البيت هنعمل كمية رغوة وفيرة جدا تقدر تحفظ تفز بيها في التلاجة وفي دقيقة هتطلعها وتعملي أحلى كوباية النسكافية أو كابتشينو برغوة مرتفعة جدا طعم حلوة أو موفرة جدا لو أول مرة بتشوفيني أنا اسمي إيمان لو حابة تشوفي وصفاتي أول بأول ياريت انزلي الاشتراك في القناة وتفعلي جرس الإشعارات هيوصلك إشعار أول منزل فيديو جديد يلا بينا نشوف الطريقة بس ما تنسوش تحطولي لايك المقادير بتاعتي عبارة عن 3 كميات متساوية من النسكافية البلاك والمية والسكر يعني عندي البرطمان ده هاخد الكمية بتاعته كلها وبنفس البرطمان هعير السكر وبنفس البرطمان هعير المية تمام؟ يعني السكر زي ما حضركم شايفين البلاك أخدت البرطمان كله هو لسه يعني لسه جايبه جديد أحطه برضو بنفسه سكر يعني نفس البرطمان هعير السكر وبنفس البرطمان هعير المية بس ياريت تكون الكميات مصبوطة متساوية لو هتعملي بالكوباية يبقى كوباية مية وكوباية سكر وكوباية نسكافي بلاك هتضيف كل المكونات على بعض في بولة وتبدأي تضربي بالمضرب الكهربائي لحد ما الخليط بتاعي يتقل والقوام بتاعه يتقل ويلونه يبقى أبيادي يلونه يفتح عن كده انصحك ما تجربيش في الوصفة نسكافي البلاك الجولد الأسفة أو الكابتشينا أو الكافي ميكس أو أي حاجة من الحاجات اللي عليها كريمر وكمان نسكافي الجولد مش هينجح معاكي أبدا أنا جربته قبل كده وما نجحش ويريد برضو ما تستبديلش المية بالحليب لأنها مش هتنجح كل الحاجات دي أنا جربتها ما نجحتش وفشلت فشل زريع هتبضل يتضربي بالمضرب الكهربائي لمدة 5 دقايق لحد ما لقومه القوام بتاعي يتقل يبقى عامل زي قوم الكريم شنطي أو أخف شوية واللوم بتاعه يفتح بالشكل ده ساعة ما توصل لمرحلة دي هتوقف ضرب وكده بقى عندك رغوة كابتشينو تحفة جدا هتحتفز بها في علب التلاجة تكون نشفة وتكون نظيفة ما يكونش فيها أي روايح بس هتحتفز بها في الفريزر مش في التلاجة وبأكد لازم يكون في الفريزر عشان لو وصبته في التلاجة هيسيح وهيبقى عامل زي المية بعد ما هتحتفز بها الفريزر تهلعيه وقت الاستخدام تخديمينه المعلقة على كوباية اللبن أو تضيفي عليها اللبن المغلي ولو حب تضيفي سكر تضيفي بس هو كده ببقى سكر ومزبوط جدا وهترجعت حطيها في الفريزر تاني هنحضر هنا كوباية كده هناخد بقى معلقة من بواقي اللي كانت في الطبق وهنزل عليها باللبن المغلي وبكده بقى عندي كوباية كابتشينو برغوة حلوة جدا زي بتاعة الكافيات بالزبط ان شاء الله هتعجبكوا جدا اتمنى تحطوا لايك للفيديو استنيني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة مطبخ أمي البنات بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة